السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وأحبابي تلاميذ الصف الأول لابتدائي من مدرسة الأندلس لابتدائية الخاصة للبنين قسرة وقسم الرياضيات يحييكم مع درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات قبل البدء يا أبنائي أرجو أن يكون لديك كتاب الرياضيات وقلمك وأدواتك التي تحتاجها وهذه أبنائي نسميها قطع دينيس وهذه هي قطعة واحدة تمثل عشر مكعبات عنوان درسنا لهذا اليوم هو مراجعة العد بالعشرات والآحات والهدف من درسنا لهذا اليوم أن يجد الطالب العدد الكلي بالعد بالعشرات وبالآحات حتى مئة أذكركم يا أبنائي أنه عندما أعد بالعشرات أعد مجموعات من عشرة وأن موقع الرقم وهو العشرات يكون دائما على يسار العدد وأنه عندما أعد بالأحاد أعد المتبقية كل كلا على حدة وأن موقع الرقم الأحاد يكون دائما على يمين العدد أرجو أن لا ننسى ذلك يا أبنائي انتبهوا إلى مفردات الدرس رقم الأحاد في العدد ثلاثة وأربع هو ثلاثة انتبهوا يا أبنائي رقم الأحاد هو ثلاثة فرقم ثلاثة هنا ورقم الأحاد الأحاد تكون هذا المكعب الصغير نسميه أحاد ورقم العشرات في العدد خمسة وعشرون هو إنه اثنان ورقم العشرات هكذا إذن هذه اثنين عشرات في هذه القطع هيا بنا إلى أسئلة مهارات التفكير العليا افتحوا آذانكم وقلوبكم وعقولكم يا أبنائي أسأل سؤالا السؤال الأول هذا ما العدد ما العدد الأكبر من خمسين بمقدار عشرة السؤال الأول هذا ما العدد الأكبر من خمسين بمقدار عشرة هيا بعد خمسين عشرة كم يا أصدقاء نعم ستون أحسنتم بارك الله فيكم طيب سؤال آخر لأبناء الذين لم ينتبهوا ما العدد الأكبر من سبعين بمقدار عشرة كم يا أبنين نعم سمانون بارك الله فيكم طيب السؤال الأخير ما العدد الأصغر من مئة بمقدار عشرة أصغر من مئة أصغر وليس أكبر نعم أحسنتم إنه تسعون بارك الله فيكم يا أبنائي انظروا هذا المصطلح أو هذه المفردة اسمها آحاد كلنا يقرأ آحاد آحاد وهذه ماذا نسميها يا أبنائي عشرات يلا هيا رددوا عشرات إذن اليمين دايما آحاد واليسار يا شباب هو اليمين آحاد واليسار عشرات بارك الله فيكم يا أبنائي إذن هذا مكتوب آحاد عندي آحاد واحد وهذه عشرات عشرة واحدة أي عشرة وهذه يا أبنائي هي المئات موجودة عندي إن شاء الله بالمدرسة بالصف ستشاهدونها معي إن شاء الله ودرسها لم يأتي بعد انظروا يا أبنائي إلى هذه القطع إنها تمثل العشرات أم الأحاد يا أبنائي نعم إنها تمثل العشرات كل كل قطعة من هذه القطع قطع دنيز تحتوي على عشرة مكعبات نعم وماذا نسمي هذه القطع الصغيرة إنها الأحاد بارك الله فيكم يا أبنائي هيا بنا نعد بالآحاد والعشرات ونكتب العدد انظر يا أصدقائي عندما نعد نبدأ أولا بالآحاد والتي نعدها نشخط عليها أولا نبدأ بالآحاد عدوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع إذن سبعة أحد ونكتبه على اليمين كم عشرات يا أبنائي واحد اثنين إذن سبعة أحد واثنان عشرات كم تكون يا أبنائي نعم سبعة وعشرون بارك الله فيكم ننتقل إلى تدريب آخر هيا سريعا انتبوا يا أبنائي عدوا معي أعد بالأحد والعشرات واكتب العدد هيا كم أحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وكم عشرات يا أبنائي كم عدد العشرة القطعة الكبيرة خمسة إذن هذا العدد هو ثمانية وخمسون أحسنتم بارك الله فيكم هيا انظروا كم عدد الأحد هنا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة أحد وكم عدد هيا خمسة أحد يا أبنائي خمسة إيش أحد بعدين سنكتبها هنا كم عشرات واحد اثنان ثلاثة العشرات ثلاثة إذن يا أبنائي خمسة أحد وثلاثة عشرات كم الأحد تكتم على اليمين والعشرات على اليسار خمسة وثلاثون أحسنتم بارك الله فيكم هيا كم عشرات كم أحد يا أبنائي واحد اثنان اثنان أحد كم عدد العشرات يا أبنائي يا أبنائي نعد العشرات بالكامل بعض الأولاد يقولون واحد اثنان ثلاثة أربعة لا وينسى وينسى اللي في الجهة اليمنى أيضا أربعة أيضا أخرى بعد أربعة خمسة ستة سبعة ثمان عشرات عندي كم عشرات يا أبنائي ثمانية إذن اثنان أحد وثمانية عشرات كم يا أصدقائي إذن العدد هذا يكون عبارة عن إثنان وثمانون بارك الله فيكم يا أبنائي هيا ننزل إلى هذا التدريب الأخير في هذه المزموعة هيا أعد بالأحد والعشرات وأكتب العدد أولا نبدأ بعد إيش الأحد واحد إثنان ثلاثة أربعة عندي يا شباب أربعة عشرات أربعة أحد آسف أربعة أحد كم عدد العشرات واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ست عشرات عندي ست عشرات وهي يعني ستون إذن هذا العدد كام يا أصدقائي نبدأ الأحد على اليمين والعشرات على اليسار أربعة وستون بارك الله فيكم يا أصدقائي إذن يا أبنائي العد بالعشرات وبالأحد يكون من خلال عد مجموعات من العدد عشرة ثم عد المجموعة التي فيها العدد أقل من عشرة ويكون ذلك إيش؟ بالأحد انظروا عد بالعشرات عد بالعشرات والأحد ثم مكتب العدد الكلي للمكعبات انظروا إلى المكعبات هذين أحد تحت كم يا أبنائي؟ ها؟ ثلاثة هذه عبارة عن ثلاثة هذين؟ وبعدين عندي كام عشرة كاملة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ها؟ ستة إذن عندي ثلاثة أحد وستة عشرات نكتب الأحد على اليمين والعشرات على اليسار فيكون العدد يا أبنائي هو ثلاثة وستون بارك الله فيكم يا أصدقائي الآن نذهب إلى تدرب مستقل هيا نحل المفروض بمفردنا هذه التدريبات يا أبنائي صفحة مئة وخمستاشر من لم يحل هذه التدريبات من قبل فعنده الفرصة الآن لكي يراجع معي ويحل هذه التدريبات في كتابي وأرجو الانتباه يا أصدقائي أحل لوحدي تمارين ثلاثة وأربعة وخمسة صفحة مئة وخمستاش أعد بالعشرات والأحد ثم أكتب العدد الكل للمكعبات ها؟ أعطيك فرصة الآن هيا بنا ومن حلها جزاه الله خيرا هيا نراجع يا أبنائي ونتأكد من الحلول أعد بالعشرات تدريب رقم ثلاثة أعد بالعشرات والأحد ثم أكتب العدد كما اتفقنا يا أبنائي نبدأ بالأحد كم الأحد هنا يا أصدقائي؟ واحد هذه الأحد واحد كم العشرات؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة إيه؟ ستة عشرات إذن يا أبناء اتفقنا نكتب الأحد على اليمين والعشرات على اليسار وحد على اليمين أحد وستة عشرات واحد وستون أحسنتم بارك الله فيكم التدريب 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 الرابع هيا كم أحد لدينا يا أبنائي واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة أحد وأربع عشرات يكون كم يا أبناء إنها خمسة وأربعون بارك الله فيكم طيب التدريب الذي يليه وهو رقم خمسة ها يلا نعد الأحد كم أحد يا أبنائي كم أحد واحد ها اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أحد وكم عشرات يا أبنائي إنها أربعة هنا أربعة ثمانية إذن العدد يكون ها ها ستة وثمانون بارك الله فيكم يا أبنائي رائعون التدريب السادس اعدوا بالأعشرات والأحد كم أحد عندي يا أبنائي واحد اثنان ثلاثة أربعة أحد وكم عشرات ثلاثة فيكون العدد هو أربعة وثلاثون بارك الله فيكم يا أبنائي الدرس سهل وممتع وعلينا أن نتضرب يا أبنائي جيدا على حل تدريبات الكتاب وعلى مراجعة هذه التدريبات تدريبات رائعون اليوم يا أبنائي تمكننا من مراجعة العد بالعشرات والأحد حتى مئة ولا ننسى أن نحل هذا الواجب البسيط في صفحة مئة وثمنتاشر التدريب رقم ثلاثة وأربعة إلى اللقاء يا أبنائي في درس القادم إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا قضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة